تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأظهر الشريف بالتهنئة لرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب المصري والقوات المسلحة الباسلة قيادة وضباطا وجنودا بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة خلال التهنئة أكد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأظهر أن حرب أكتوبر كانت ولا تزال وتستظل من أعظم الملاحم العسكرية في تاريخ مصر وفي العالم العربي بما تجسده من بطولات وتضحيات لقواتنا قوات الجيش المصري الباسل ولشعب مصر العظيم في الدفاع عن الوطن والذود عنه والحفاظ على حقوقه وعلى كرامته وبهذه المناسبة دعا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأظهر دعا جميع المصريين لاستلهام معاني الإصرار والعزيمة والعمل الجاد لبناء الوطن ولتحقيق نهضته ترجمة نانسي قنقر